السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليهادي علي الفيديو لهذا اليوم سيكون جواب لسؤال يتكرر بالفترة الأخيرة جدا ودائما موجودة للفيسبوك أو اليوتيوب بالنسبة للأشخاص اللي يتابعوني لماذا أشتري شيء من خلال الأنترنت يكون سعره غالي ويتم إضافة مبلغ على سعر الجهاز من أريد أشتري أي جهاز مثلا أريد أشتري جهاز سعره 50 دولار هذا الجهاز بنيو صنية رح يكون سعره 80 أو 100 دولار طبعا أريد أوضح لكم فالنقطة معينة أن الأغراض اللي موجودة على موقع أمازون مختلفة أمازون ما يدعم الشحن إلى كل الدول فلازم يكون لك صندوق بريد أمريكي قوم بالشراء من موقع أمازون وتشحن إلى أمريكا بعدها شون اللي تسوي من صندوق البريد الأمريكي تشحن إلى البلد اللي موجود بأنته بالتالي كلفة الشحن رح تكون عالية أيضا يتم حساب الشحن على أساس الوزن ممكن يكون الوزن الفعلي أو الوزن الحجمي باختلاف شركات الشحن اللي تشحن ونصيحة من أجل تشتري من خلال الأنترونيات لا تشتري قطعة وحدة أو قطعتين اشتري مجموعة أغراض وشحنها بطرد واحد حتى كلفة الشحن تكون أقل فمثلا إذا أريد أشتري موبايل السعر الموبايل 800 دولار بس كلفة شحنة فقط الجهاز ممكن تكون 30 إلى 50 دولار بينما إذا أشتري أكثر من غراض لأنه أشتري مجموعة أغراض ممكن كلفة هذا الجهاز رح تكون 10 أو 15 دولار فأني وفرت مبلغ كل شوائه الفكرة أنه كلما تزيد الوزن مثلا المواقع هي تقيس من خلال البوند كلما يزيد هذا الوزن رح يكون سعر الشحن للبوند الواحد أقل مثلا سعر الشحن البوند واحد اللي هو 30 دولار بينما إذا عندي مثلا 20 بوند أو 15 بوند ممكن يوصل سعر البوند إلى 8 أو 5 دولار فهذه الفكرة اللي حبيت أوضحها لكم وممكن تستخدمون مجموعة كبيرة من مواقع وصناديق الشحن طبعا موجود في قناتي مجموعة فيديوهات شرحت بها المواقع اللي تنطيق صندوق بريد أمريكي وأحد هذه المواقع اللي تنطيق صندوق بريد أمريكي هو موقع يو اس جوباي هذا الموقع يحتوي على مميزات جدا كبيرة طبعا التسجيل في الموقع مجاني ما تحتاج انه تدفع أي مبلغ للموقع مجرد انه انت تسجل في الموقع ورح تحصل على صندوق بريد أمريكي هذا الصندوق رح ينطيق 60 يوم مجانا انه تخزن الأغراض يعني أي طرد يوصل رح يبقى في الصندوق لمدة 60 يوم بعد يتم استقطاع مبلغ معين الرابط الخاص بالموقع رح تشوفوا موجود أسفل وصف الفيديو وشرح الموقع أيضا موجود هذه هي الفكرة اللي حبيت أو أضحها أنه ليش من أشتري من خلال الأنترنيت يكون سعر الغرض مرتفع أيضا أكو نقطة معينة حبيت أركز عليها بالنسبة للدول اللي ماكوا إلها وكالات رسمية لشركة معينة على سبيل المثال مثلا جهاز HTC Vive VR هذا الجهاز اللي يكون الطرد ماتا أو الكارتون يعني بحجم كبير هذا الجهاز مثلا ماكوا إلها وكالة رسمية بالعراق سعر هذا الجهاز في موقع أمازون تقريبا أثبت الميل دولار بس ممكن تشوفه بالعراق بسعر 1500 أو 1200 أو 1300 دولار طيب ليش هذا الاختلاف الاختلاف لأنه ماكوا كالة رسمية لشركة HTC Vive VR بالعراق بالتالي رح يتم شراءه بشكل منفصل فأحسب كلفة الشحن أنه جهاز حجمه كبير جدا فهذه النقطة اللي حبيت أوضحها وإن شاء الله وضحت هذه النقطة أنه ليش الأغراض يكون سعرها منخفض وصلت إلى نهاية هذا الفيديو كالعادة في الختام لاس عن القول السلام والسلام عليكم ورحمة الله